موسيقى صباح الخير ونهاركم سعيد من ال LBCI ينتظر ويصدر بعد قليل الحكم في حق النائب والوزير السابق ميشيل سميهة عن محكمة التمييز العسكرية وطبعا سيكون لهذا الحكم كيفما كان ردود فعلا من جهات مختلفة في هذا الوقت تبقى الأنظار مشتودة لما سيجري في جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الثلاثاء إذن عقدت بعدما فاقمت أزمة أمن الدولة من الخلافات في داخل الحكومة وتبقى أيضا مسألة الفضائح المتعلقة بالإنترنت وبقوى الأمن الداخلي وبغيرها من المواضيع والتي يتابعها القضاء تباعا ويجري فيها تحقيقات مستمرة وتجري فيها أيضا توقفات وبلغات بحث وتحرن وترك عدد من الأشخاص بموجب سندات إقامة إلا أن هذا لا يعني بأن هؤلاء الأشخاص أصبحوا أيضا بعيدين عن الملاحقة كل هذه التطورات إضافة إلى ما يجري على صعيد الدولة ككل سنناقشها مع رئيس التجمع الدستوري الديموقراطي الدكتور محمد سالهب أهلا وسهلا فيك بلد أهلا فيك سيد بسان بدنا شوي نشوف نحن بياك حركة السير على بعض الطرقات نبدأ بيؤتو استراد جوني مثل العادة باتجاه بيروت ضغط سير أو باتجاه شمال حركة طبيعية منطقة الدورة عم نشوف ضغط سير باتجاه منطقة الكارنتينا أما باتجاه نهر الموت في الحركة الطبيعية وكذلك عند مستديرة الدورة بولفار شارل حلو عم نشوف ضغط سير وعشقة سير كتير قوية باتجاه وسط بيروت والصيفة أما باتجاه المرفق في الحركة الطبيعية ومن وسط بيروت باتجاه تمثال المغترب الحركة الطبيعية أيضا ساحة ساسين بالأشرفية حركة السير فيها طبيعية طبعا مع التوقف عند التقاطع الرئيسي بساحة ساسين شارع الحمراء عم نشوف ضغط سير قرب مصر في لبنان ولكن كمان فيه توقف عند الإشارات والتقاطعات كورنيش المزرعة فيه ضغط سير بالاتجاهين مع توقف عند إشارات السير طريقة المدينة الرياضية المطار باتجاه نفق سليم السلام عم نشوف شوي الضغط سير يعني أخف من الأيام الماضية أو كما يكون كالمعتاد ولكن باتجاه المدينة الرياضية والمطار الحركة كتير طبيعية أيضا عم نشوف ساحة النجمة بمدينة صيدة والحركة فيها طبيعية جدا يعني دكتور في أحداث وتطورات تفرض حالة على الساحة الداخلية اليوم يعني ينتظر الجميع الحكمة الذي سيصدر بحق ميشيل سميحة بعدما الحكم الأول يصدر عن المحكمة العسكرية بالبداية يعني عجب ناس وناس ما عجبون واليوم هذا الحكم أيضا رح يجب ناس وناس ما يعجبون شو تعليق؟ لا شك أنه الجريمة اللي عم تم محاكمتها هي كبيرة كتير لأنه كان فيها عملية تفجير وطن هلأ ما بيمنع أنه مفروض أن القضاء يخد مدى طبعا العالم إلا أنه يكون عنده رأي على أي شيء بس القضاء مفروض يكون عنده مدى وهو اللي يقرر اللي بيشوفه حسب القوانين المرعية هلأ نحن قناعتنا أنه إذا بنترك المؤسسات بشكل عام ومؤسسة القضاء هي مؤسسة أساسية هي زاوية من زوايا البناء المؤسسات بعتقد الأمور بتوصل لنتيج الرأي العام بتقبلها ولبل بيشعر بأحقيتها وبعدلتها مفروض أنه نسمع رأي القضاء يعني من المعروف اليوم إضافة لقضية النائب والوزير السابع ميشيل سميحة في مثلا قضية العلاقة بمسألة الإنترنت والغير الشرعي فيه كمان قضايا الاختلاسية اللي صارت بقوى الأمن الداخلي فيه كمان قصة شبكة الدعارة التي يكشف عنها مؤخرة وغيرها من القضايا والفضائح التي جرى الحديث عنها في مسألة تلزيمات المطار كل هذه الأمور كل هذه الأمور إضافة إلى سوكلين يعني كمان عندهم مثول أمام القضاء بـ 11 شهر كل هذه الأمور للقضاء يد يعني في معالجته كيف تتوقع أنه يكون تعاطي القضاء مع كل هذه الملفة هلأ مفروض يكون للقضاء اليد العديلة يعني اليد الحسم بس كل الأمور التي تفضلت وقلت عنها هلأ منها مثل بعضها يعني مثلا بمسألة القوى الأمنية لو كان عندنا رئيس جمهورية يعني قائد أعلى القوات المسلحة كانت الأمور يعني طورت بشكل يختلف لا عم بحكي عن الاختلاسات أنا مش عم بحكي عن أمن الدولة هلأ بروح لأمن الدولة يعني ما كل الأمور مثل بعضها ما كل الأمور هلأ بالاختلاسات القضاء له ضار كبير طبعا القضاء هو الباجئة بس في أمور لا مفروض أنه يعني ما نصطبقى يعني مثلا وبعدين نحن ما كتير يعني عم نلجأ للقضاء بشكل صحيح مثلا لما من سنتين أو ثلاث سنين تم تمديد لمجلس نوي برئيس جمهورية بوقت التجأ للقضاء وهذا كان تصرف تجأ للمجلس الدستوري المجلس الدستوري اللي هو قضاء هو قضاء الدستوري شو صار فيه تم تعطيل المجلس الدستوري شو معنى تهالحديث أنه نحن نتطلب كتير من القضاء ومن العدالة وإنما واجبنا كمواطنين وواجبنا كسياسيين كمان أنه نترك هالقضاء يشتغل مش أنه نعطله أو نفوت عليه نجرب نحيزه لألنا أو نجرب نضغطه عليه هاي دي أساسية يمكن نوصل بالحديث هلأ لها الموضوع نحن بحاجة لإعادة تفعيل ثقافة الدولة الدولة العادلة الدولة التضامن الاجتماعي الدولة تطلع لقدام مش اللي أنه ناطرة تانية على الكوع لحتى تعمله فاركوشي لا نحن مفروض نطلع ولا شك أنه القضاء اللي هو أساس مفروض أنه نترك له مداء وإنما نعطيه كافة الإمكانيات أنه فعلا يقدر ينفذ دوره لأنه لما بنفذ دوره بيوفر على البلد بشكل عام كتير مشاكل وإنما لما منعطل دوره منعطل عمل الدولة ومنعطل عمل المؤسسة هون في كتير بيحكوا عن حمايات سياسية وغير سياسية هيدا تحديدا اللي مفروض أنه نطلع منه مفروض يعني أنا بعتذر حنصطبق شوي الحديث اليوم بيحكوا عن الانتخابات البلدية أنه والله يا شباب الانتخابات البلدية خليه أن هالعالم تفيش خلقه بش انتخابات لأنه لا صار في انتخابات رئيس جمهورية ولا نيابية ولا نيابية هلأ لا شك أن الانتخابات البلدية من حيث المبدأ مفروض أنه تصير بس هذا الكلام منه منيح أنه والله خلى لا نترك الشباب في الشخل أو هالقوى السياسية تعمل لها حفلة انتخابات لحتى أنه تبرهن أنه هي عملت شي هاي دي منها منيحة منها منيحة لا بحق الناخب ولا بحق المنتخب ولا حتى بحق الأحزاب السياسية أنه أنتوا يا أحزاب السياسية أو يا طبقة السياسية أنتوا هلأ صرتوا بحاجة أنكم تاخدوا شما كان لحتى تقولوا أنكم موجودين لا ما هذا دوركم أنتوا دوركم السياسي الحقيقي هو فعلا بتوجيه البلد بالشكل الصحيح بس مش أنه تتركوا توجيه البلد وتشتغلوا حفلة بلديات لحتى نوع من التعويض هاي دي منها منيحة بحقهم لا اليوم القوى السياسية مفروض تتوجه لانتخاب رئي الجمهورية مفروض تتوجه إلى إنتاج خانون انتخابي عادل وعصري ومفروض تتوجه إلى بناء الدولة مش أنه والله نقضيها بالفرطات وبالحرطاءات راح نروح على كل هاي دي الموضوع بس كمين بدي أكمل هاي شوي بالموضوع السيخني بمسألة جهاز أمن الدولة يعني اليوم شفنا مبارح أنه جلسة مجلسة الوزراء تعطلت من وراء هذا الموضوع وهذا الجهاز أنه ما حلت مشكلته الصراع قائم أو الخلاف قائم بين رئيس هذا الجهاز ونائبه وكمين التدخل السياسي هون والتدخل السياسي هون كمان فيه شغلتان مش مش شغلة واحدة بس أول شغلة أنه لو كان عندنا رئيس جمهورية يعني قائد أعلى القوات المسألة كما كانت الأمور صارتها كان تم حل الأمور بشكل آخر شغلة تانية نحن قلنا من الأساس يعني لما بيحكولنا أنه والله الحكومة حكومة ربط نزاع يعني ربط النزاع ما بيشكل لاش ربط نزاع هاي اسمها مصلحة وطنية طبعا لا بيقولوا ربط نزاع الحديث أنه حكومة ربط نزاع بس بك عن طيار مستقبل هون بيقولوا ربط نزاع يعني مين ما يكون يكون بس هالحكومة مثل بذكر عادوا عش تشو لحتى يشكلوها وكان المطروح أنه هالحكومة مفروض هل تكون سياسية أم حيادية أم تكنوكرات قالوا أنه سياسية لا لحتى يضل الحوار قائم بمجلس الوزراء طيب ما في حوار لما بخص أنه ما في حوار بمجلس الوزراء فصلنا كل جلسة نخاف أنه يصير في مشكل بمجلس الوزراء لا كان بدها شوية تعي يعني كمان هال اعتباطي اليوم القوى السياسية إذا فعلا بدت تعلى لمسئولياتها وهذا الواجب وهذا يعني ما في شيء يمنعهم كانت مفروض تعرف أنه نحن مرئين بمرحلة المفروض في شيء حق يعني في شيء شرعي يعني ما ضروري أنه كل العالم تكون متوفعة مع بعضها وأنما هناك هناك إدارة صحيحة وإدارة دستورية للخلاف السياسي في إخرشي الدستور بيقول كيف أنه مفروض القوى السياسية تتعاطى مع الأمور لما ما تكون متوفعة مع بعضها بفترتها أنا برأي كان مفروض الاتجاه نعو حكومة التكنوكرات أو حكومة هي دي لأنه هالحكومة شغلتها مش أنه ينقلوا الحوار علي لا شغلتها أنه تمشي أمور العالم أنه تأمن حركة الدولة أنه تأمن أنه الأمور ماشية بالشكل صحيح مع الأسف كله عن نخلطه ببعضه نرجع ونقول وهلأ برجعوا بقولنا أنه بالبلدية والله بده يصير فيه توافق لا التوافق شيء ورفع اليد عن العمل البلدي شي تاني ما نخلط الأمور ببعضه إذا بدنا نعمل عملية توافقة أو عملية عملية سياسية بالبلدية بنكون كمان ضربنا الانتخابات البلدية بس كمان كنت عم تحكي أنه هذه الحكومة عملوا لها حتى أنه تكون هي واحد حوار بس هذا الحوار كما قلت ما عم بصير ما طلع على بره الحوار نتقلنا على حوار تاني على حوارات نطلع على بره الحوار لما عملوا طبع فيه حوار عين التيني أو دق يعني بين مستقبل والحزب الله وفيه الحوار الموسع والحوار الموسع يعني هذا شو دليل دليل أنه كان غلط تشكيل الحكومة بأي شكل طيب بتقول لي هلأ شو من أعمال لا يعني مثلا اليوم إذا بقي حلصة أمن الدولة كيف ممكن تنحل هذه الأوسط هلأ بعدم وجود رئيس جمهورية مشكلة أمن الدولة بعدم وجود رئيس جمهورية هيدا صار بيطلب مشروع قانون ونائب رئيس جياز أمن الدولة محددي بيقوله مثل ما بيصير بالأمن العام بيصير بأمن الدولة ما عم تزبط ما هيدا هوني عم تخلق المشكلة يعني صار فيه ازدواجية ازدواجية يعني صار فيه راسين بالقصة صار فيه بما أنه بحاجة لأمضوين هوني بدون أنه يصير فيه فيه ناس بقولوا بحاجة لأمضوين فيه ناس بقولوا لا طيب ها ها هوني الازدواجية الازدواجية هاي دي ما لو عنا مركز قرار اخر شي شو شغلة السياسة شغلة السياسة انه ينتج الية القرار الصحيحة الالية الصحيحة اللي بتنتج القرار الصحيح هاي دي شغلة السياسة مش انه والله شغلة السياسة نعطل وفاركش ونقعد محل التاني او او اذا السلطة هون يخدها لغير محل او اذا الشرعية هون يخدها لغير محل هاي دا اللي مفروض يصير مفروض اعادة انتاج الاليات القرار اللي بتنتج القرار الصحيح طبيعة الأحوال أنا لما بحط القرار بين شخصان يعني بده يصير فيه مشكل طبيعة الأحوال وخصوصا لما ما بيكون عندي مرجع يعني نهائي ومرجع أعلى التجعله لحتى هو يحصم الأمر ويفصل بالأمر يعني اليوم لا يعتبر رئيس الحكومية أو الحكومة مجتمعة هي المرجع أو رئيس مجلس النواب هو المرجع بهذا الموضوع هلأ مش قصة يعتبر أو ما يعتبر شو عم بيعملوا يعني نحن نحن نعتبرون أنه مرجع هني ما عم بيقبلوا بيحالهم مرجع هني عم بيختلفوا مش نحن اللي عم نخلفون هني اللي عم بيختلفوا لا لأنه ما تم تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح أخذن بالمعطيات السياسية بوقتها وأخذن بالمصالح العليا للبلد لأنه هالبلد عنده مصالح عليا هالبلد عنده مصالح عليا ونحن ميرئين بمرحلة خطيرة اليوم يعني ما تفكرون المرحلة هيني أو هايدي مرحلة في كتير منزلقات وفيه كتير مخاطر يعني بس نحن دائما نحكي أنه هذا البلد لا يقوم إلا على التوافق هذا البلد لا يقوم إلا بجنع حيه مثل هذه العبارة المتداولة لا فرق بجنع حيه شيء والتوافق شيء نفس شيء لا لا وأنه الديمقراطية التوافقية هي اللي لازم تحكمنا أنا بوافق أنه بالتجربة اللي صارت وخصوصي مع هال بآخر فترة يعني مع تعطيل رئيسة الجمهورية ومع الإشكالات اللي عم شوفها بالحكومة أنه فيه فشل كبير للديمقراطية التوافقية أنا بوافقك هلأ أشياء لشو عايض؟ عايض لأنه ما عم نعطي مجال للمجلس الدستوري المخول برجع على هالكلمة وحكينا قبل معك وهو المخول أنه يقل لنا شو تحديد التوافقية نحن منحكي بالتوافقية وبالمثلقية منستعمل التوافقية يعني حسب تفسير السياسيين في لبنان دكتور هي التوافقية أنه نوافق كلنا مثلا عنوان انتخابات نوافق كلنا على صرف مصاري هون أو صرف مصاري هون إذا شخصين إذا شخصين ومسؤولين ما عم يتفقوا لحتى كلنا نتفق شو على الحكي هيدا؟ وأبدا ما في حكم ما في حكم قام على أنه كل العالم تتفق لا في ناس عندها صلاحيات أخذ قرار في ناس عندها صلاحيات تفسير وفي ناس عندها صلاحيات توجيه مش أنه نخلط كل الأمور ببعضها بس وقت بتاخد قرار في جهة ممكن تحسب هذا القرار ضدها وتقل لك أنا يا غيرت الدين مست الطائفة مست المذهب شو ما يعني؟ لا ما حسب حسب شو يعني كمان في مشكل شي مثل بعضه مشكل شي مثل بعضه والله اليوم إذا في حرب يبدأ يمكن هالكلام ينحكى بس والله إذا في تعيين بمحل أو في قرار قضائي بمحل يعني ما ما توصل الأمور لها ما شفت شو صار بوزارة المالية عندما أعين شخص ما كان شخص آخر من طائفة معينة وكمان اللي صار بالنافعة كل هذه الأمور يعني ناس تقدر أنه ما حصل اعتذاء على حقوقها وناس آخرين بيعتبروا أنه ما حصل لا هو إنه شغلة عادية لا تابعناها بصراحة يعني أوكي طلع الضجيج كتير وطلع الحديث كتير وإخر شي كل إنسان مفروض يكون محافظ على حقوق وعنده حقوق ووصلت له بس أنا فيني يقول لك أنه في كتير فرقاء يعني ما كان أبضغ القصة كبيرة كتير منها كبيرة كتير يعني مبين أنه منها كبيرة كتير بس هوني الواضح أنه أقل أقل قصة بالبلد عم تعمل مشكلة كبيرة وعن تسمية بعض الأشخاص يعني آخر الطريق يعني العالم أمنها غشم كمان العالم بتفهم وعندها قدر التأدير وإذا بدك تخبرها شو ما كان ما بيمشي الحال يعني لا ما أمنها حنخرب البلد لأنه موظف آخر شي الأمر بتصلح آخر شي الأمر بتصلح لأنه لأنه تراتبية بالإدارة لحتى الأمور تتصلح لأنه قضاء لحتى الأمور تتصلح لحتى العدالة إذا تم أخذ قرار خطائي تم تصحيح هالقرار مش أنه مش أنه بس في أمور لا بتصير أصعب بتصير أصعب وخصوصا بغياب المرجعيات أو بالسلطات أنه هي علي أنه تاخد القرار عرفت علي هاي دي هاي دي بتصعب الأمور وبت وبتفعلها يعني بشكل عاطل جدا هون يعني مسألة غياب رئيس الجمهورية بتلعب دور أساسي بهذا 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 الأمر السلبي طبع طبع اليوم المشكل بأمن الدولي ما في مشكل بأمن الدولي كانت تنحل وتم حسمة وفصلة بس هلا صار بدنا اللجوء إلى مجلس النواب لحتى عملنا قانون صغير طبعا مجلس شورة الدولي بيقول كمان إذا بده مجلس إيادي ما بده ما بده قانون بده بكفي مرسوم هاي يعني كله هيدا لغط بلغط لاي من وين جي هاللغط من عدم استكمال مؤسساتنا يعني بما في عدم وجود رئي جمهورية عدم انتخاب رئي جمهورية اليوم طب اليوم من يعرقل هذا الانتخاب يعني القوة اللبنانية تبنت العماد ميشيل عون والرئيس سعد الحريري تبنى النائب اسلامية فرنجرية وهذا الانتخاب لهذا المعرقل صارت واضحة القصة يعني ما بعتد انه في كتير اختلاف يعني في فريق بها البلد هلا ماشي الحال بالنسبة له ماشي الحال هاي بدون رئي جمهورية يعني من هو الفريق؟ كلنا بنعرف واللي ما عم ينزلوا على المجلس حتى المرشحي مش عم ينزلوا حتى المرشحي مش عم ينزلوا لا لانه مرتب يعني هني عم يتضامنوا هني هيك عم بيقولوا انه عم يتضامنوا مع الفريق اللي ما بدون رئي جمهورية يلي ما بدون إلا بالتوافق لا يعني لا يعني في شي في شي ما ضروري في شي ما ضروري يكون بالتوافق او خلينا نتفهم على مفهوم التوافق لانه اهم شي اهم شي انه البلد يمشي. اهم شي انه الدولة تكون فعالة. اهم شي انه يكون مؤسسات الدولة عم تشتغل. انه يكون عجلة الدولة عم تتحرك. شو التوافق يعني بالنسبة لك. يكون فيه تحديد مفهوم لهذا الموضوع. انا شخصيا. هل هو ما بيعني انه هيك الاتفاق كلنا سواء مع بعضنا? لا هايدي مانا ويردي هايدي. شورا كان. وين عم نحكي نحنا? يعني حتى بافغانستان اللويا جيرجا بيحكوا شوي بم بعضهم بيقولوا في بعض الامور البديهية. بس يا استيس بسان نحنا عنا دستور. نحنا عنا دستور. وهالدستور شو معنات الدستور? معناتها انه في امور متفق عليها وفي امور لا يمكن الحياد عنها. هلأ بصير التوافق في اطار الدستور. مش مرت الدستور. مش انه والله بدي اعرف اذا انا رضيان عن الدستور. او لا مش هكي بصير. هلأ اذا في فريق ما انه رضيان عن الدستور. بيعمل بضمن الاليات الشرعية حركة لتغيير الدستور. بس نحنا مدنا نضل على طول تحت صخف القانون وتحت صخف الدستور. وإلا ما بقى في بلد. يعني اليوم مثلا احد الشروط اللي حطينا علينا لحتى يعطونا مساعدات دولية. انه انتوا فيكم تاخدوا الارار كذا وكذا وكذا. انتوا فيكم تطبقوا الدستور. انتوا مؤسساتكم ماشي. يعني خسرانين كتير نحنا بها العملية. كتير خسرانين. نعم. دكتور بس قبل ما تابعنا ويقبل انتقل الى المحكمة العسكرية مع زائلتنا رمي درباس. لنشوف يعني كيف اخر الاستعدادات والتطورات قبل صدور الحكم بحق النائب والوزير السابق ميشيل سمحة عن محكمة التمييز العسكرية. رح ناخدها عبر الهاتف. نهارك سعيد رمي. نهارك سعيد بسامر. يعتك الف عشر. بالفعل بعد قليل ستشهد المحكمة العسكرية. اذار او صدور الحكم. نطق بالحكم على ميشيل سمحة. نشير لان قضي التحقيق العسكري. او ان الامس كانت شهدت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة لميشيل سمحة. واليوم بعد مضي 48 ساعة ساعة او اقل من 24 ساعة من المفترض ان يصدر الحكم. وقد اقلت سمحة وفق القانون في نظارة الشرطة العسكرية امس من ابن المحكمة العسكرية. الى حين جلسة النطق بالحكم اليوم التي ستكون جلسة علمية. الجلسة العلنية تعني ان بامكان اهل الموقوف ووكلاء الدفاع ان يسمعوا نطق بالعلن. عادة يكون هناك جلسات نطق سرية كما تعلم بسام. وان كان النطق بالحكم كان بالبراءة او حسب المدة التي قضاها ميشيل سمحة تابقا في السجن يخلى سبيله على الفور. وان كان الحكم يفوق تلك الفترة عندها سيتم نقله الى احد السجون في لبنان. اذا حوالي العاشرة والنصف بسام من المفترض ان تبدأ جلسة النطق بالحكم على ميشيل سمحة. بسام. صحيحيا يا رمي بالفعل الجلسة علنية لانه الرئيس طاني لطوف عندما رفع الجلسة بالامس قال انه ترفع هذه الجلسة حتى يعني صدور الحكم. مما يعني بانه كان يريد عقد جلسة علنية لنطق بهذا الحكم امام يعني طبعا المتهم ووكلاء الدفاع عنه. اضافة الى يعني كمان بيكون ممثل النيابة العامة التمييزية. ومن يكون حاضرا في داخل القاعة من صحفيين ومحامين. ونحن رح نضل معك رمي لحتى توفينا بكل تفاصيل هذا الحكم وبحيثياته فور صدوره عن محكمة التمييز العسكرية. يعطيك العافية. يعني احداث دائما هيك بربنين بتتواصل ورا بعضك اليوم في حدث جديد وكأنه يعني هيك تبقى فيه اشياء مخبية شوية تظهر على العلن. يعني هل هي تظهر برأيك لانه هناك من يريد اظهاره ام لانه بالفعل في مخالفة ارتكبت وظهرت هذه المخالفة وانه يلا طعوا لنحكي بهذا الملف او انه بيكون مخبى ولأسباب ما لاغراض خاصة نبرز هذا الملف ومنحطه بالعلن. صحيح اللي عم تحكيه استاذ باسلام. بس بالحقيقة بالاساس بالاساس اوتي بتشكرك على دعوتي اليوم على هالحلقة. بس من اخر حلقة كنا فيها سوى. لليوم انا منيش شايف شي يعني حديثنا ما تغير بالاساس. بعدنا عم نحكي عن تعطيل الدولة. بعدنا عم نحكي عن مفهوم التوافقية. اليوم اذا التوافقية يعني المحاصصة. منها منها توافقية. شو هي محاصصة. طيب منها توافقية. بس هك بيفسروها باللبنان. لا ما بيصير ما بيصير. في اذا انا اليوم ما اخذت حصتي من مسألة النفايات. بعضت القصة النفايات وبرجي بقول بدي توافقية. بس التوافقية بفرع على الحصص. عظيم جدا. خليناها قصة النفايات. طيب اذا بدنا نعملها بالمحاصصة. كي واحد بياخد حصة ومشوف كيف الله بيسرها. اما اذا بدنا نشتغل فيها بشكل صحيح. يعني نحنا يعني نتصور. اتركنا البترول وتركنا الغاز بالبحر. وكل شي بيقدر يجبوه. واذا اخدتوا دولة صديقة او عدوة. ماشي الحال. واركدنا ورا النفايات. يعني خلينا شوية منطقية. معقول انه نترك الثروات النفطية والغازية. لحتى نقعد ندخانها. مين دا بدنا ناخد كل واحد حصته من الزبالة. هذيك الثروات متدوقت يا دكتور. ها ها. منشتغلها. هذي ثروات متوفري فورا. على السريع. على السريع متوفر. لا. يا فا اذا نشتغلها لهذه الثروات. من ها ندور رجال رجال السياسي. من ها دور الدولة الدولة اللي بتشوفها قدام. مش الدولة اللي بتشوفها ورا. تعال نعمل حرب اهلية كرمال النفايات. لا لانه طلعت حصتي اهل من حصة. وبنترك النفط. شو نعمل حرب اهلية على النفايات. اما بناء بناء الدولة. بناء شبابنا الغاد. بناء مستقبلنا. بناء دولة حديثة وفاعلة. لا هذا كله يدتو. عمالك شوية لنشوف شو قصت النفايات. وحصتي اكتر من حصتون. شو علاك يا هيدا. بمسرحيات فيروز ما كانت تصير هايك. بمسرحيات فيروز ما كانت تصير هايك. بده نحصتهم من صائل مي عال. يعني مش هاي. كتير كتير عم نرجع لورا. كتير. بس ها دي سياسي صارت متبعة فيروز. هاي دي سياسي ولا قلت سياسي. السياسي هي آآ رؤية المستقبل والعمل الى الافضل. هاي دي هاي دي عدم وجود سياسي. هم. استشراف الغد هي السياسي. ووضع الاليات للوصول الى آآ للوصول عمليا الى الاهداف اللي عم نحطها. هاي دي السياسي. بس هاي مين بده يحط يا دكتور بلقين. شو كيف مين بده. طبقة السياسية هاي دي شغلتها. هاي الطبقة السياسية بعد قادرة انه توضع الشينا عم تحكي عمه حاضرة. لا يعني طيب. الطبقة السياسية استيس بسامة منرجع منقول. في توزيع لأدوار بالبلد. نعم. نحنا اليوم ازا بدنا نحنا ازا بدنا نفوت بسياسة التيقيس. نقول انه والله العالم ما عم تعمل شي لال مواطن ما عم بتحرك. قبل شي مواطن عم بتحرك. يعني شي اخي ما فيه شغلات فيه عملها في شغلات ما فيه عملها. وبعدين اللي عم بتعرضوها البلد لخط الاخطار اللي عم بتعرضوها. اشتغلوا مظبوط وخلصنا اشتغلوا مظبوط. اشتغلوا مظبوط بمعنى انه احترموا الاستحاقات الدستورية احترموا عجلة لحركة الدولة. ومشوا لقدام بمشارية يا خي ما الواحد يعني. يعني الانسان مفروض يعرف مصلحته. في مصلحة خفيفة او مصلحة هلأ قدام عيني. انه ازبيلي مين بدوية عصمة. او شو بعرفني هل 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 الضربية او هل آآ آآ مناقصة مين بدو ياخدها. هاي دي آآ يعني ما بتبعد كتير. وما عنده امكانية انتاج لقدام. وفي بناء يعني. طب انا بعطيك مثل بسياساتنا. انا بعطيك مثل. كان عندي احد اصدقانا واحد تلميزنا اللي حاليا عميشتغل بالامارات. عم بسألوا. شو وضعكم بالامارات. قال لي والله يا دكتور نحنا الوضع انا صعب. بالاول كنا كاللبنانيين مميزين. كان عنا الحقيقة كنا عايشين. منحس انه فيه ارتياح لقلنا ونحنا مرتحين. اليوم لا. هلشي ابدا منه مزبوط. وهو مهندس. ناجم ناجم. وهو مهندس مهم. مش ناجم عن سياسات تتطبع في هذا البلد. طبعا. يعني نحنا عم ضرحة. والسياسات لعلاقة لها يمكن بكل اللبنانيين. نا. طيب. خليني كاملة. شو قال لي. رجع قال لي. قال لي. قلت له. انا مسؤول بقطاع الميكانيك. وحاليا ان احنا بصدد بهذه الشركة اللي هي الشركة اماراتية. انتاج صواريخ. وانتاج اسلحة متطورة. وامور طيب. قال لي. قال لي. انه هلأ بلشوا يفكروا بمرحلة مبعض النفط. يعني بلشوا يفكروا بالمرحلة اللي اني بدون يستغنوا فيها على النفط. عم بسمعها الكلام. الحقيقة يعني اول شي انها هرت. بعدين اعجبت. انه الجماعة الجماعة اول شي نحنا كان انها هرت ع حالنا. انه نحنا كان وضعنا جيد جدا بالامارات. ونحنا عنا نفط بلبنان. قلت عليه. اتنين. هلأ اكتشفتنا مؤخرا انه عنا. ايه. مننزع وضعنا بالامارات. والنفط باي باي. ما في شي. ما تيركين ويا. ما وعى اسرائيل تظهره. لا. اخذوا حتى اسرائيل ما تظهره. يعني ما بيصير. ما بيصير. شو عم نعمل. شو عم نعمل. عم نضر حالنا. اليوم لنا مصلحة تجارية. عم بحكي تجارية. لنا مصلحة انينية. كل واحد منا انه نمشي بالقانون ونمشي ببناء المؤسسات. ما عم بحكي بالمصلحة الوطنية او بالمصلحة العامة. لأ. عم بحكي بالمصالح الفردية والمصالح الانينية. نحن لنا مصلحة اليوم ببناء المؤسسات. نحن بعالم ما ممكن نعيش فيه. الا ببناء مؤسسات قائمة. على الكفاءة. قائمة على العدالة. قائمة على التضابن الاجتماعي. اي شي تاني بنعمل ومنكون تجار عطلين. ومنكور. ما بنعرف مصلحتنا. ومنكون منا شاطرين. نحن اللبنانية بنحب نتشاطر. الشطارة اليوم هي ببناء المؤسسات الصحيحة. طب اليوم عم نجي منقول نزلوا عمجلس النواب لنعمل تشريع. طب ما هي اللي مؤسسة. صحيح. بتفوت فيها. يا ما بنمسكها من اخرى او من دينتها. اليوم الاصلاح بيصير بالشكل التالي. بيتم انتخاب رئيس جمهورية. بيتم تجديد لمجلس النواب. يعني بترجع بتشعق بتفعل آليات انتاج الشرعية بالبلد. وبتتوجه بشكل صحيح الى اه انك تشوف مشاكل البلد وتتعطى معها وتحلها. مش انه بنقعد متشاطر على وعدنا. انت قلتك وانا قلتك. بنرجع من الاول و جديد. برجع بقوله اليوم الشاطر هو اللي بيحترم القانون وبيبني المؤسسات. اه بس اليوم بيجي بيقولك انا ما بقدر انتخيب رئيس جمهوريين. لا ما بقدر انتخيب لانه ما في قرار. انت عاشو لك انت سياسي. انت عاشي سياسي. مين منعهم. مين منعهم حبيبي. بنرجع من اول. يا خيات دخلت امريكا. ودخلت روسيا. ورجعت دخلت مع الصين وايران والسعودية. وجيبوا معهم الناس من المريخ. معهم صواريخ جديدة ما منعرفها. لحتى يفرضوا على علينا رئيس جمهورية جديد. او قرار جديد. مين بدو ينتقبوا لهال رئيس الجمهورية المفروض علينا? نوابنا. ما يروحوا ينتقبوا رئيس الجمهورية بلا كلها الضغط. بقلولك هذا تبسيط. اه. بدنا اكيد بدنا نبسط. هني بدو ان يعطلونا. نحنا عام نقول له. لا. ما بدنا نتعطلونا. بيقولولي تبسيط. اذا انا اذا بقلك اذا انا بذكرك بشو المفروض تعمله. بتقول لي تبسيط. شو العاكي ايضا. طب. خليني اخذ اول بريك اعلاني. ومن تابع نهاركم سعيد. انا اعود لمتابعة نهاركم سعيد بناء ال LBCI مع الدكتور محمد سلهاب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي. طيب. يعني كنت عم تحكي عن الدولة ومسائلة الدولة. انه اليوم انتأت شوية القول انه هات لنعمل للمواطنين انتخابات بلدية واختيارية لنعوض لن عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. وعن ان انتخابات الرئاسية يعني المواطنين مقلون علاقة فيها في النواب. بس ولكن انه البعض يعتبروا انه هاته الانتخابات البلدية والاختيارية هي مقدمة يعني لعادة وضع السكة على 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 الطريق الصحيح. يعتبروها هيك. لا هو مفروض اجراء الانتخابات البلدية. مفروض اجراء. بس مش مفروض انه تجي بدل عن ضائع. اي مش بدل عن ضائع. اي لا. بس اليوم انا لما بسمع حديث بعض السياسيين انه والله بدنا آآ بما انه آآ ما فيه انتخابات آآ بلد آآ 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 نيابية وما فيه انتخابات رئاسية. خلينا نعوض وانفيش خلق المواطن ان عملوا انتخابات نيابية ممنحة. اي ممنحة. لا بحق المواطن ولا بحق اللي عم بيقولوا هالكلام. عزي. او والله اللي بيقولوا انه والله لا حنتوافق على رؤسة بلدية كتير مناح. كمان هدا الحديث منه عاطل. بيتوافقوا بعدين بيختلفوا بالنجسة البلدية. بيتعطى المجلس. اي اي يا ريتي يتوافقوا على رئيس جمهورية ويتوافقوا على 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 انتخابات. هيدا هيدا شي منيح. بس مش انه انه هلأ وين المشكلة. بس لحظة لحظة الداية بيبحثوا عن انتخابات. اي اي بس بدون يتوافقوا على البلدية وما بيتوافقوا على شغلتهم. اللي هي انه اذا بدون يغيروا الانتخابات يروحوا يغيروا. ومجبرين انه ينتقبوا رئيس جمهورية. يعني اي بتعرفت لاي بتوافقوا على اللي ما مفروض يتعطوا فيه. وعلى اللي مفروض يعملوا ما بيتوافقوا. طب. شو هالحكي هيدا. طب الرئيسنا بيبيري عم بيقول بيعمل جلسة تشريعية. في مطالب يقولوا انه حط على جدوى الاعمال هذه الجلسة التشريعية بند له علاقة بقانون الانتخابات. اي بس كماها. هذا من ضمن من ضمن اللخبطات اللي نحن فيها. وفي ناس بيقول لك في فريق بيقول لك نحن بغياب رئيس جمهورية. اللي عنده صيادة لها حيات معينة. ومنها مثلا رد قانون. ما حدا في غيره فيه يعملها. ما ممكن انه ناخد قرارات بتلزم البلد لقدام لمستقبل البلد بغياب ممارسة هالسلطة. واللي هالسلطة بييد رئيس جمهورية. يعني هذا ما يسمى. بتشريع الضرورة. عظيم. بس هذا الرد يعني فاعل فترة معينة. يعني يمشي القانون قبل رئيس جمهورية والمقبل. يعني بشروط معينة. لا رئيس جمهورية عنده الرد يعني على القليلة. يعني يمرس صلاحيته. يمرس صلاحيته رئيس جمهورية. عظيم. ورئيس جمهورية في بعث القانون على مجلس الدستوري. عظيم. يعني شو هلحكي هيدا. طب عظيم. كل هيدا بسيطة. كل هيدا بسيطة. مش بسيطة. مش بسيطة. بس أنا اللي عم قوله انه اليوم. اذا الن موجودة لبحث قانون الانتخاب في الهيئة العالم يوضع على جدوى العمل طيب ينتخبوا رأي الجمهورية لا بدنا على طول لا نحنا بدنا نكسر إجرنا ونعدنا نعكيز يا خي ما تكسرها ومشي صع لا بدنا على طول نعكيز ونمشي بالغلاط لا اليوم برجع بقول نحنا ما قلنا مصلحة انه نكمل بمفهوم هايك مفهوم للدولة نحنا حقلك شغلة انه منلحق الزبالة ونترك البترول اكتر من البترول الدول الاجنبية جاية تعطينا مصاري الدول جاية تعطينا مصاري هاي دي ما بدنا حتى نفتش عن البترول عم تعطينا مصاري مساعدات مساعدات ونقروض لا مساعدات ان كان مشان النزحين ومشان غير النزحين هون عم بينا حكي بس ما بتعطي هالمساعدات إلا بشروط معينة انه تكون الدولة ميشية طيب نحنا منركض وراء الزبالة ومنترك هالأمور طيب يعني بدي شوية منطق بدي شوية بدي شوية ان الواحد يعرف مصلحته يعني اتأكد استيس بسام نحنا اذا منمشي بدولة حديثة كلنا منغنى كلنا منغنى ومنغنى لدرجة انه ما بيعود معنا وقت نحكي بالاختلافات الطائفية او اختلافات المزهبية ما منوقت فاضيين لا ما منوقت فاضيين لا الاختلافات بس هاي الدولة الحديثة اللي عم تحكي عنا يعني تستطيع ان تبنيها مع هذي الطبق السياسي شو بيمنع يخير كلهم متعلمين وكلهم بيقولوا انهم بيفهموه وكلهم بيقولوا انه هاي دي مصلحة الجميع يعني عم نقولهم يا اخوان بدل ما نركض ورا امور صغيرة خلينا نكبر الامور لانه بيدنا بامكاننا اليوم ان نطلع ان نتقدم ان نطلع لفوق بامكاننا اليوم هذا الامر مطروح ان كان من ناحية اليوم عندك انت جيل مفقف بلبنان رائع خلينا صريحين يعني عندك نهضة علمية ونهضة ثقافية بلبنان عبر هالشباب الطالع مهمة جدا مين عبيستفيد مننا مش نحنا مستفيد مننا برا برا بلا احنا ما مستفيد مننا ومنهم بسط ان اولادنا قدامنا عندك الامكانات استفيد منها اذا مشينا بالخط الصحيح طبعا 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 يعني انه لا في امكانات اكتر بيه مع انه انا بحبهم لبلاد الخليج وهي دول اخواننا بس انه في عندهم امكانات اكتر بلاد الخليج شو امكانتو انا بالعكس انا بالعكس بحيي ذكاؤن هلا خليني احكي بصراحة لما بتطلع بلد مثل الامارات بحيي ذكاؤن بحيي ذكاؤن بحيي ذكاء الشيخ زيد الله يرحمه اللي عارفي ينظم الامور وبنا الدولة اليوم صارت مثل شو ناقصنا احنا شو ناقصنا حتى بيترول منه ناقصنا عداك عن مناخنا وعداك عن طبيعتنا وعداك عن شبابنا وعداك عن عدد السكان احنا عدد سكاننا اكتر منهم بس ناقصنا مصدقية بالحكم ناقصنا رؤية صحيحة بالحكم هو دي ناقصينا شو بيمنعنا انه نصلى عن طريق شو بك تصلى وعيناlegen هكتر عن طريق شو Milton وضميرنا ومصلحتنا وشطارتنا عم بلك اليوم الشطارة الشطارة الواحد يتشطر هو انه يبني مؤسسات ويحترم العنون هاي دي الشطارة يوم اي شطارة تانية هي منها شطارة هي ضرر للشخص التالي عم بيعملها وضرر عام اليوم بتبلش بناء المؤسسات من عنو الانتخاب tienes لا ما بالضرورة من لction ان يبلش umm هذه… انا بقول متل لعبة البازلة بس ما بيمنع فيه كمان قصة المستعجل اليوم المستعجل في لبنان هو انتخاب رئيس جمهورية لانه هذي معطل كلبه وعدين مستعجل انتخاب مجلس نواب ومن ثم انت حطيت الأسس الشرعية لحتى تفكر بالمستقبل وتحط الآليات المؤسستية لتحقيل الأهداف اللي بدكيها بالمستقبل هيدا هو الضروري وهذا فينا نعمله ما حدا ما يسكنا وما حدا ابدا فيه منعنا هيدا ومش بييد حدا تاني بس كمان نحن دائما نحكي بربنان عن تدخلات أجنبية بتحصل في هذا البلد عن تدخلات إقليمية تحصل في هذا البلد وهناك أطراف لبنانيين يعني رابطين حالهم بهذه الأطراف بهذه الأطراف الإقليمية كيف بدك تعمل هذا الفصل بين هذه السياسة الإقليمية ومن ينفذها في لبنان هن رابطين حالهم نحن عم نقللهم هالربطة اللي أنتو عملينا لحالكم منا لمصلحتكم وبنعطيكم الإثبات اليوم نحن عنا مصلحة بالاستقلال عنا مصلحة بالسيادة عم بحكي إذا بدنا نتشاطر مش إذا بدنا نكون أوادم أو بدنا نكون وطنيين عم نحكي إذا بدنا نكون أنينيين وشاطرين قلنا مصلحة بإنه ناخد قرارنا باستقلال اليوم عم بيقولولنا والله ما في رئيس جمهورية لأنكم منكم على الأجندة الدولية قالوا عال شو بنحسن من هك الحمدلله اللي منا على الأجندة الدولية خبرك شغلي أستاذ بسام تفضل هذي كنت عم بعمل شوية تاكي مراجعة تاريخية مفهوم الدولة في لبنان كان قائم على الشيء التالي لبنان مثل ما بتعرف بلد صغير وبلد بموقع استراتيجي صعب جدا وما في واحد بدي يعمل أمبراطورية إلا ما ما رأمن عندنا يعني تاريخيا كنا عايشين مثلا خود إخذ معركة لما أجو الأتراك لعننا بالقرن 1516 كيف كانت تصير الأمو كان جمالا اللبنانيين هاللبنانيين ضعاف لحتى يحافظوا على حالهم ينقسموا قسمين قسم مع اللي جاي من بره وقسم مع اللي موجود يعني مثلا في قسم وقف مع الأتراك في فترة وقسم وقف مع المابليك هلأ نفس الشي على أيام الفينيقيين يعني مثلا على أيام الفينيقيين لما أجعل إسكندر المقدوني ناس وقفت معه وناس وقفت ضده هلأ بصراحة إذا بدنا نخي في علم اسمه علم الإتولوجيا يعني كيف أنه الكائنات أو الحيوان بس بالمعنى الجيد للكلمة بيحافظوا على حياتهم هاي دي إذا بتسترجعها بتلاقي كانت أحد وسائل الحفاظ على الوضع اللبناني بأي معنى بمعنى أنه على القليلة إذا واحد خسر التاني ما بيخسر يعني بدل في شيء اسمه لبناني لبل أكتر من هكت كانت كتير أحيان اللي يربح مع الربحانين يجرب يمرق اللي يخسروا مع الخسرانين ويحافظ عليهم يعني كان فيه شيء اسمه سياسي هاي دا اللي خلينا يترسخ عنا مفهوم وثقافة اللا دولة أنه نحن متعاودين أنه الدولة مضرة أنه الدولة يعني بيأحسن ما بتعملنا شيء لأنه حتى دفاع عنا ما عم تعمل هاي دا من المفهوم اللي عنا ياها والحقيقة يعني بتلاقيها بشكل طبيعي أنا اللي بدي يقوله اليوم هالمرحلة التاريخية انتهت انتهت لسببان أول شيء لما كان ما بدنا دولة برجعب ذكرها كان والله أنا الله يرحمه أمي كانت قللي والله هاللبني جي من هالمحل فلاني وجيبت لي هالمحل فلاني بالزيتات اللي يجيين من هاو ونعود نكل من الأكل اللي منعرف من وين بلش لوين انتهى يعني بعد شوية منعرف وين نزرع وشمين زرع وكل شيء اليوم انت إذا ما عندك سلسلة ونظام أمن غزائي كلنا يعني فيه ضرع يمكن يقتل يقتلنا ويقتل أولادنا وإلى آخرها يعني اليوم أول شيء دور الدولة تغير على المستوى الداخلي اليوم أنا بطلب من الدولة أمور كتير كتير ما كنت أطلبها من الدولة قبل وهالأمور ما بتقدر تتحقق إلا بعمل جماعي وبنفس الوقت بكفاءات ما بتقدر تبنيها وتترقبها إلا الدولة عرفت عليكي؟ نعم هايدي من الناحية الخارجية بالزمان كان لما يطلع براسه مثلا هولاكو أو تايمور لانك أو يميما بالدات يطلع مثلا من روسيا ويضلوا مكفى لهم ويضلوا مكمل بعض الأحيان الإسكندر المغدوني الأتراف كله اليوم ما بقى هاك نلعب على مستوى الدولة وحاليا هلأ منا هاك حاليا هلأ منا هاك نحنا أنا برأيه ما يطلع بوتين من روسيا عصو خلينا ناخد مثل بوتين خلينا ناخد مثل بوتين بوتين ما إجا أشتغل سياسة مثل ما نحنا بنشتغل سياسة لأنه نحن ما فهمنا بالسياسة هو الإصطفال شو إجا أعمل؟ إجا أستقبله للرئيس الحريري وعلما أنه هو حليف الفريق اللي ضد الرئيس الحريري شو معنات هالكلام؟ شو معناتها أنه الرئيس بوتين عم بيشتغل سياسة عبر رؤية وعبر إعادة توازنات مش عم بيشتغل سياسة أنه أنا معك وأنا ضدك أنه أنا معك وأنا ضدك بدون رؤية وبدون مفهوم للتوازنات وبدون نظرة مستقبلية للأمور هي ما بقى سياسة هي صارت حتى منها ماتش فوتبول صارت قلة عقل يلي عمله الرئيس بوتين يلي برهن عنه الرئيس بوتين أنه عم بيشتغل سياسة سياسة اليوم يلي عنده نظرة لأدام يلي بتعرف وين بتبلش و بتعرف وين بتوقف يلي منه مفهومة ولا أنا مع فلان أو ضد فلان هادي منها السياسة هادي منها السياسة كلام اللي قالوا للرئيس الحريري كلام كبير كتير وكلام ما بيندرج مع التحالفات اللي مشي فيها يعني معناتها أنه عم بيشتغل سياسة مع التحالفات اللي مشي فيها مين رئيس الحريري تدخل مع النظام السوري لا ينقض النظام السوري معناتها أنه اليوم على المستوى الدولي في طريق التفكير مفروض أنه نستوعبه نحن وإلا نحن مندفع التأمان اليوم اذا بدنا ندلنا بمفهوم الاستفاف نحن رايحين على خرابنا هذا المفهوم مفهوم الاستفاف اللي عم تحكي عنه الا يدركه بعض الفرقاء اللبنانيين ويدرك مخاطره ما معرف اللي ما عرفه ما بيتصرفه كان هاك ما بيتصرفه كان هاك بيرجعه مثلا بالنسبة لهالأمر مين مستفيد من عدم وجود رئيس جمهورية مين مستفيد ولا فريق من لبنان ولا فريق لبناني انا اؤكد انه ولا فريق لبناني واكبر دليل البعض يترام حزب الله انه مستفيد اي اي انا بقول منه لمصلحته انا حلق لا ودي شيء بنعرفه كلنا مين اللي طلب اعلان بعبدة مين اللي طلب انه نعمل اعلان بعبدة يعني نعمل مين اللي طلبه طلبه ثم نكره مين اللي طلبه مين اللي طلبه حزب الله اللي طلبه يعني شو ما كان يعرف مصلحته يعني حل من الحلين يعني ما كان يعرف مصلحته قبل لما طلب يا انه هلا ما عم يعرف مصلحته طيب شو اللي دعاي للتراجع عن هذا ما بعرف بس انا اللي بعرفه انه واحد من الحلين يعني قبل ما كان يعرف مصلحته يعني هلا ما بيعرف مصلحته انا برأيي مصلحته انا بقول حزب الله هو مكون اساسي بها البلد مكون أساسي في هالبلد ما في مجال نحن بدنا نحكي معه من ناحية المصلحة الوطنية اللي هي مصلحته ومصلحتنا ما فينا أنه محلم لحلين يأنه كان ما معه حق يأنه صحيح ما معه حق وبالحالتين في حديث وطني بده يصير لأنه نحن منخاف عليه كمان لحزب الله نحن منخاف عليه ومنخاف على شبابه وشبابه بيهمونا وبيعزوا علينا طيب بس في كلام مع حزب الله في هذا الموضوع هناك من يحاور حزب الله في شكل مباشر هناك من يحاوره بالواسطة هناك من يطلق مواقف تتوجه إلى حزب الله مثل ما بتتوجه حضرتك اليوم لأله بس كل هذه الأمور لم تجدي نفعا حتى اليوم لها سبب عم قل لك ما عم نعرف مصلحتنا لها سبب عم قل لك مفروض العودة إلى مصلحتنا لها سبب عم قل لك أنه التشاطر اليوم التشاطر اللبناني هو أنه نطلع على قدام ونمشي بالقانون ونمشي بالعقل ولنا من الرئيس بوتين مثال على ذلك وقال لما نفع مني شيء اللي عم بيصير بالدنيا بس اليوم في كتير ناس بيربطوا ما يحصل في لبنان أو ما يمكن أن يحصل في لبنان بما يجري في سوريا وأنه الأزمة في لبنان لن تنتهي قبل انتهاء الأزمة في سوريا يا سيدي نحن موفقين سوريا بلد شقيق وبلد عزيز ونتمنى أن المحنة السورية تنتهي بأسرع وقت ما بيننع أنه ما هذا المطلوب مش المطلوب أنه نحن نتدخل بسوريا المطلوب أنه نفتح قنوات وأمكنة لحتى يتم فيها الحوار السوري طيب نحن لما حكينا من أربع سنين ومن ثلاثة سنين ومن خمس سنين أنه الحل السوري ما بيكون إلا بالحوار طيب شو عم بيصير هلأ؟ كل العالم صار يقول لنا لا بدنا نقتل وبدنا ننظر شو عم بيصير هلأ؟ شو عم بيصير هلأ؟ حتى ما بس فورد الحوار وإننا كل العالم مشين بالحوار بيما فيهم؟ بوتين يعني اليوم لما بتطلع شو عامل بوتين بعلمك كان طرف بعلمك ما ببقى طرف طيب يعني بدنا نفهم السياسات لأنه مصيرنا متعلق بفهمنا هون مش بها السياسات انتبه بس مصيرنا كمان مش متعلق بسياساتنا الداخلية؟ بلا بلا هيدا فهمنا اي يعني تصرفنا يعني أنا عم بقول اليوم مصيرنا مش متعلق بقرار بوتين ايما تب يصير مصيرنا متعلق بقرار بوتين لما بنعدم قدرت القرار عننا بس إذا نحنا بنعرف قرار نحنا معلومة حاليا قدرت القرار عننا لأ نحنا ساعة تلبدك فيك تحكي تحيية ساعة تلبدك فيك إنك ترجع للا يكون عندك صحوة الدمير وترجع للعقل والمنطق هيدا بيدنا هيدا بيدنا بيؤدي إنه ما ننجرف وننحاص ورا شغلات هي باخر الطريق عم تضرغنا كلنا سوا نحنا عنا مصلحة مشتركة وعنا مصلحة وطنية كلبنانيين أجمع هذه المصلحة الوطنية يلي عم تحكي عنها وإنه هي موجودة عندنا كلبنانيين أجمع اليوم إذا بدك تلخص هذه المصلحة الوطنية وين بتشوفها؟ بأي ممارسة؟ وين بتشوفها؟ بأي مؤسسة؟ وين بتشوفها؟ بحكومة المصلحة الوطنية؟ أنا بشوفها ببناء المؤسسات ببناء المؤسسات اليوم 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 هيدا معالح من الحياة حبوا أصحاب أخواننا بجريدة الجمهورية إنه ينشروا أنا بتشكرون بشغلة بسيطة كتير من يأس حالنا من يأس حالنا لا مش عم يأس حالنا خليني إلك شغل هاي المصلحة الوطنية وين بتشوفها اليوم؟ اليوم نحن عنا مؤسسات ميشية مؤسسات جيدة ومؤسسات معطلة ومؤسسات مفروض استحداثة ومؤسسات منرفع الراس فيها عظيم مثلا مثلا اليوم جيش قوى العسكرية إخر الطريق؟ لا عم بعملوا إنجازات أكيد بشو؟ 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 بفضل إيرادتهم؟ بفضل إيرادتهم؟ واستفاح الناس حولهم؟ ايه؟ يعني نحن منقللهم والله ما منسلحكم إلا إذا إجي تهيبها لا يا أخي شو منشكيه؟ ونحن عنا خمسة مليار دولار هذر وصرقة ونهيب بلدنا ومنقللهم للجيش اللبناني اللي عم بيدافع عن حياتنا وعن كرامتنا إذا ما شحدونا مصاري من بره ما منسلحك شو هالحكة هيدا؟ شو هالمنطقة هيدا؟ شو هالمنطقة هيدا حبيبي؟ ما بيصير هاي دي مؤسسة أثبتت إنه ماشي بنا نخربها بنا نفوت عليها لنخربها بدل ما نحتزي منها بعطيك أمثال غيرها بعطيك أمثال غيرها يعني اليوم في شي مظبوط وفي شي منه مظبوط في شي صح لا بدنا نمشي بالغلط على طول منا مصلحتنا هلا لما بيكونوا المشي بالغلط لمصلحتنا أوكي بتقولوا ماشي الحال نفسه نفسه أمارتهم بالسوء بس لما بتكون المشي بالغلط منا لمصلحتنا شو هالحكي هيدا؟ طب عظيم حكيت عن مؤسسة الجيش هذي مؤسسة يمكن يصيق في غيرها؟ طبعا أنا أول شي بيعتز فيها بس عندك بسنا في لبنان كمان إذا ما نفكر شوي بالأول شي بأزمة 2008 كيف يجنبها للبنان هذي أمر يعني ما عارض شي ما عارض شي أنا بيجول عندي اقتصاديين دوليين بيحكوا معي بيقولولي من الكلمة بتتم إننا نحنا تجربنا أزمة 2008 إننا ما سمعنا بأزمة 2008 مع أنها غيرت وجهة أمريكا خليني كمل لها كمل فضل عنا مؤسسات ماشي منها كلمة بتتم إنه نحنا لاحدي تلق معنا معنا ما نكسرنا اليوم نحنا عم نحارب ماليا عم نحارب انتبه مش إنه بس شي ما قبل ورد المتحدة بالأولين اللي بدوت حزم الله طبعا 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 في أصدقاء لألنا وإخوان لألنا عم بيقولولنا بابا فينا نتحمل وهدولي أصدقائنا وإخواننا يعني نحنا منا مشيين بسياسات عقلينية ومنطقية نحنا مشيين بسياسات ضرر نفسنا طبعا العظيم ورغم هالشي عنا مؤسسات بعضا عم تحافظ علينا غزمنا عنا كتير منيه كتير منيه حكيت عن الجيش وحكيت عن مصرف لبنان فيني يحكي لك عن كتير كتير مؤسسات غيرة يعني متما بيقولوا إنه إيد واحدة بتزايف طيب لك اللي عم نقول إنه مفروض لك اللي عم نقول مفروض ما بدك بالآخر إدارة ما بدك حسن إدارة اليوم حاكم مصري في لبنان استذريات السلامة موجود بهذا المنصب الجيش موجود على الأرض وفي قائد جيش والتي هي أحسن عم يمشوا الأمور طيب ما الإنسان ما بيعرف الظروف التي ستأتي مستقبلا في الساعات المقبلة بالأيام المقبلة بالأشهر المقبلة هناك يعني قد تكون ظروف صعبة قد تؤثر بشكل مباشر على هاتين المؤسسات صحيح لها السبب عم نقول اليوم الشطارة إنه نبني مؤسساتنا نحمي مؤسساتنا نبني المؤسسات اللي منا منبنت بعد ونصلح المؤسسات المخربة أو المعطلة هادي مصلحتنا الفردية وشطارتنا هون مش شطارتنا أنه نربح فرنجان هلا هادي مش شطارتنا بوضعنا الحالي يفترض بمجلس الوزراء أن يقوم بهذه العملية بمجلس نواب أن يقوم بهذه العملية بغياب رئيس الجمهورية ًا ببننت تücken الرئيس الجمهورية يا خي أنا ما اقنع للحديث هلأ بدك تمشي البلد بدون الرئيس الجمهورية أنا كيف؟ أنا كيف؟ مع لي شيء عالا عايشين مع بعضنا بدنا ندير الأزمة يا خي لا بدنا ندير الأزمة شي لا للأزمة شي لا للأزمة بيقلك قرار شي لا الأزمة مش بإيدك ربما أقولك إذا تدخلت برجع بعيدون كوى العالم كله والمريخ بظهره لحتى يطلعوا رئيس جمهورية بلبنان هالرئيس جمهورية ما بيطلع إذا النواب اللبنانيين انتخبوا يروحوا ينتخبوا وخلصنا خلصنا المسلحة أكبر بكتير المصلحة اللي مني خدها نحنا من وجود رئيس جمهورية أكبر بكتير من المصلحة اللي كل فريق بيخدها من عدم يعني أنت عبتقول إرادي اللبناني في هذا الموضوع يجب أن تكون إرادي حرة إرادي كمان يعني ما ضروري نكبر كلام هلأ بدي يسألك سؤالة ما بدي أكبر كلام ما في حدا ما كرامته عزيزي على إذا بقلك يا استيز بسام أنا بدي أجبرك تعمله ما بأحعمله لو شو ما بدك تعمل كل إنسان عنده كرامته شو لك المسألة مصلحة يعني مثلا العماد عام لا ينزل إلى مجلس نواب لأنه ما بدوا ينتخبوا رئي جمهورية هؤال مسألة يعني أنا برأي في فريق شايف مصلحته بطريقة غلط برجع بياخد قصة هالحزب اللي نحن منحبه اللي هو كان عنوان مقاومة هالبلد اللي رفعتنا لكرامتنا أعطيتو كل هالشي برجع بقل له بشكل بسيط جدا وشبابه وشبابنا وشهداء وشهدائنا أكتر من هاي برجع بقل له يا أخوان أنتو بالألفان واثناش كان بدكم أعلان بعبدة صار أعلان بعبدة هلأ ما وقت كنوا أعلان بعبدة طيب حلمنا الحالان يا أنو كنتم غلطين يا هلأ مغلطين ما في عالتيني طيب بها الحالة يعني الحديث عن المصلحتكم اللي هي من ضمن المصلحة الوطنية هادا حديث مفروض أنو نحكي فيه عرفتها ليه بما أنو فيه إمكانية صحة وإمكانية غلط طيب شو المشكلة لا ما بنحكي فيه ولا ما ما بنمشي نحو المصلحة الوطنية نحو المصلحتنا كلنا لا خاني خدتاني بريك أرنيني ونتابع نهاركم سعيد ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من ال LBCI مع رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الدكتور محمد سلهاب طيب دكتور يعني بظل هذا الحديث اللي كله عم بيصير عن الوضع اللبناني وعن أنو العراقيل والتعطيل والشلل هناك يعني طروحات كثيرة بتطلع وتبين هناك مثلا من يقول بأنه ناش من موجد نظام سياسي جديد للبنان هناك من يتحدث عن مؤتمر تأسيسي هناك من يقول بالفيدرالية كل هذه الأمور هلأ كله نحن بلد ديمقراطي وكله مفروض يكون موضوع للبحث بس أنا اللي بقوله وشغلي ما أنه نطرع الشي لأنه من عم نعمل اللي علينا أنه نجي نلهي حالنا بشغلات جديدة برجع بقول اليوم في عقلينية بالحياة السياسية عقلينية آخر مظاهرة ونحن هيئتنا براتها العقلينية برجع بقولي أخوان طلعوا بسياسة رئيس بوتين طلعوا فيها أخوان أحي قدامنا وصارت عنا على القليل نفهمها لأنه ما تعلق فيها ما صيرنا يعني بإخر الطريق ونحن هيئة اللي عم نفعل التمن شعمل الرئيس بوتين دخل على سوريا ثم قال أنا أبو أفهام وبالي انسحابي من سوريا ومن ثم شعمل قال لهم أنا مني مع سقوط النظام وشعمل واستقبلوا للرئيس الحريري وقال لرئيس الحريري كلام كبير كتير يعني إما بقلوا للرئيس الحريري أنت رئيس فوق العادل يعني منه كلام صغير هيدا طيب الرئيس بوتين ما على علمي أنه حليف ولا الرئيس الحريري طيب كيف عم بيحكي هاك يعني مفهومنا نحن للسياسة أصبح الكلمة المزبوطة بالي طب عظيم لا طول بالك طول إذا ما منفهم المفاهيم السياسية الجديدة وبعالمنا الجديد نحن من مننكب بتروح علينا مع العلم أنه نحن يلي عم ندفع الثمن ونحن يلي عم نأمن الشهداء ونحن يلي عم نأمن كل شي ونحن برات اللعبة ونحن مش بس برات اللعبة يا ريتنا برات اللعبة نحن الخاصرين الأسسيين باللعبة لأ هون بدى وقفة ضمير يخي بدى وقفة مصلحة يخي بدى وقفة أنينية يلي بدك بس بدى وقفة ونسأل نحن وين رايحين ونحن كيف فينا نطلع هل فينا نطلع من خلال نظام سياسي جديد في لبنان يخيه هلأ نظام سياسي جديد مشرف ما في مشكلة المشكلة انه نحن نعقل نتعقلا نفكر نسأل حالنا وين مصلحتنا وين رايحين بس وشو ما بدك عمال وفيه اسريب دستورية لحتى تغير الدستور بس الله خليكم يا شباب اتطلعوا بمصلحتكم خلصنا بقى ما معقول انه برجع بقول يعني كمان من السخافات يتصور شو بديكتب عنا التاريخ بكرة انه والله بلبنان بالألفان وعشرة والألفان وعشرين كانوا لحقين يشوفوا كيف بدهم يتقصموا الزبيلة وكان عندهم بيترول ما ظهروا او كان عندهم خيرات وانا بيرأيي هيدا اهم من البيترول وكان عندهم خيرات شبابية وفكرية وعلمية وتكنولوجية يدفعوا عليها لا يعلموها بلبنان ويبعثوها لبرا حتى تطلع مصاري لغيره شو هالحاكي يا حبيبنا شو هالحاكي هيدا لا شو ما فيه خلينا نوقف شوية هالنقف طيب عم نوقف على هودين نقف بس انا اللي بدي يقوله يعني فيه شغلة كتير اساسية اليوم حتى تحكي بكل هودين الامور بدك توفر بلبنان جو سياسي مرتاح وجو أمني مرتاح لا 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 مش انا مش انا شغلة السياسي انه هي تأمن هي تأمن الاجواء اللي بتوصلنا اللي عم نحكي عنهم مش انه هي دوليك لا ولكن شبابنا اللي بيشتغلوا بالتكنولوجيا مفروض يتركوا شغلهم لا يأمنوا للسياسيين الاجواء اللي بدونيهم مفروض كلنا نبطل نحن نترك شغلنا ونقعد شو نعمل انتوا شغلتكم بروا عملوها عظيم هادي الدولة هادي الدولة ما فيه هادي الدولة غيروها هاو المسؤولين هادي مثل منها هاو المسؤولين المجنح عليها اللي بتسمح ببقاء الشباب في هذا البلد ما بس بقاء الشباب واستخراج الخيرات واللي بدكيه اوكي عظيم بس حتى هادي يجو يأمنوا كل هذه ها الامور ما بدك نظام سياسي يمنع التوترات او لا يثير التوترات ما فيه مشكلة عظيم ما فيه مشكلة هذا النظام السياسي جي بدك تبنيه على اي اساس على اساس طائفة على اساس مذهبة على اساس اكترية واقلية اي اساس انا بقنيعتي بمجرد ما وصلت لدرجة من التطور ومن النمو المشكلة الطائفية بتقع على حالة المشكلة الطائفية بتقع على حالة لا لان اليوم انا مني معلم ومعدم وفقير انا بدي انه توظفني وينما كان توظفني باسم طيفتي توظفني باسم ابي باسم عمي اللي بدك يا بس وظفني خليني اخد فرنجان اما اذا انا اليوم عندي فكر واني متعلم وعندي كفاءات والله ويمكن بيطلع بالي اعمل انتجيه ويمكن بيطلع بالي اعمل ابداع ما احقابل انك توظفني لاني من طايفة انا ما بقبل انا ما بقبل مين بيبداع شوف مين عم بيبداع من اللبنانيين بجمال اني اللي عم بيطلعوا الامراء لا اكيد مش على مبدأ طائفة اكيد لا بل لما تخلوا بتاتا لانه حبيبي انت لما بتتوظف على مبدأ طائفة يعني انت ما عندك كفاءات او كفاءاتك منقوصة الانساني اللي عندك اروح له لابيل جيتس انه والله نحن ايخدينك لانك من الطائفة ما بعرف اي وحدة البروتستانتية بتحق علينا ما بيقبل ما بيقبل الانسان تصور وتقول له لواحد مبدأ تقول له انت اخدتك لانك من هالطائفة بيقى الحبيبي شو خصائب يا هاي صار ريض عمنا بلبنين منو ماشي منو ماشي بدون يضلون فيه ضلوا فيه منو ماشي عم بيكارسو لها السبب المبدعين عم بيطلعوا لبرة لها السبب المبدعين عم بيطلعوا لبرة انا على كل الاحوال شو بقول نحنا عنا تستور فكر بهالامور قبلنا وحطلنا خريط الطريق يخي مشو بخريط الطريق ما بتكون تمشو بهالخريط الطريق ليه قولنا خريط الطريق مقنعة غيرها ما في مشكلة في كتار ناس يوم بيحكوا بالفيدرالية يوك يا شو معنى الفيدرالية ما بنرجع عم نحكي شو معنى شو معنيتها مش ما بعري شو ما بعري شو ما بعري شو أصدهم بالفيدرالية قالوا قالوا خلينا ويخاعين يحطوا انه نحنا شاطرين بالشعارات شاطرين بالشعارات يا خي ما في مشكلة مع الفيديو ما ايش مع اي نظام بدك فرجونا المصلحة في فرجونا كيف بدو يمشي عملولو بروفا عملولو اتود الفيزابيليتي متل ما بيقولو بالمشيري انو لايش تركين حالنا هاك عشو مناخد قرارات ومرجع من نائد نفسنا منشتغل ضد مصلحتنا من جايبتنا ومن دمنا لخ لا يا عمي لا منا متطرين منا متطرين اليوم في نقلة ثقافية بدنا نعملها هالنقلة ثقافية بتقول انو نحن عزيزين ع نفسنا لخ والله منا كبيرة منا كتيرة نحن عزيزين ع نفسنا بدنا نحن نكون عزيزين ع نفسنا يا استيس بسام انو منا عم نطلب المستحيل طب يعني فيه تغييرات عمسية بالمنطقة تغييرات تغييرات ديموجرافية وتغييرات يمكن تصعب الانظمة السياسية ويمكن تغير بخارطة بعض الدول اللي موجودة هل تخشى على هذه التغييرات كمان تصيب لبنان وتؤثر علىها في الصميم هلو عم تأثر علىها هلو عم تأثر علىها بس يا بنرجع ما نقول طلعوا وقالوا انو والله عنا حرب ضروس وحرب داعس والغبراء داعس والغبراء بين مين ومين بين ما بعرف اي فريق من المنطقة واي فريق من المنطقة اذا بدك منسميهم ايران والسعودية وولا عنا شو طلعت من النتيجة النتيجة بتعرف شو بتقول غنيت فيروز هارا بتخطيفة مع سعد الفران اجا مين قطف القصة بوتين بشو قطفة بشوية منطقة بشوية منطقة عارب بس بعد ما خلصت زبط وضعه على المستوى الدولي امريكا تابرته حليف مع انو ما كنت تحكي معاوله انو كنت خلق هي وياه على على شو اسمها اوكرانيا طب ونحنا شو طلع لنا ونحنا شو طلع لنا بس بعد ما خلصت كل هال كل هالسيناريو بعد ما خلص ان شاء الله ما يكون الايتي اعظم يعني اذا ما وعينا حيكون الايتي اعظم اذا ما وعينا وانتبهنا على مصلحتنا حيكون الايتي اعظم اي بس وقت تجي بتاخذ هذه الازمة الازمة السورية التي تشهدها سوريا والحرب في سوريا وكل ما يمتد من سوريا الى لبنان بتجي بتقول انو انا بدي واجه هذا الموضوع بدي واجه تداعيته من ازمة النازحين الى الازمة السياسية الى الازمة الامنية خلينا ناخد واحد ورا واحد مين لحد يطلق حمانة وحافظ علينا بلبنان من ناحية العسكرية ما بيحقلنا الجيش قدم تطحية كتير كبيرة بعمساله بكل المناطق م biحقلنا لطول بالجواب لا vad كمان بيحقلنا لطول بالجواب مش انا عمقول هو عم بيقول انو طبعا الجيش هو اللي حمانة طبعا انا عمقول حزب الله كمان عم بيقول هو حمى الان لا بتأكد انو لو ما ادخل حزب الله بسوريا كانت جاية من سوريا على لبنان اصعب اه هذا رأيي وهي다�正 انو بيعتقد هنا بو 이상 منطق بس الجيش اكيب وهذا المنطق البراعة الشيش اللي حمانا بعدين من ناحية الاقتصادية بلسكة النشابه. طيب. من اللي мире يردينا مساعدات بالشكل الصحيح? من? نحنا. 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 نحنا اللي عم نامى ان نفسه بالشكل الصحيح. لأنه فيقول لنا بالمساعدات. يا اخوان فرجونا الفرجونا المؤسسات اللي بدهتدير هالمساعدات. فرجونا الياه القرار اللي عندكم اللي هتنظم آآآها المساعدات nation. نحنا ما عم نقدر نفرج. يعني نحنا اللي عم يفشل هالامور. يعرفته لايه كيف يا. بس طلقت نغمي انو هن يشترطون المساعدات بتوطين النازحين في لبنان نحنا قلنا مرأب النغمات لم يبدوا يوطنون مش نحنا لبنان وطنون يعني اخر الطريق لو اجتمعت الامم المتحدة واخدت قرار بتوطين السوريين في لبنان ما بدنا تمروا عن طريق المجلس النواب ما بدوا يطلع فيها قانون مش همتحق عهالنا يا استاذ بسام رجعنا يعني ما حدا بيقدر يفرض علينا لما بيكون عنا ارادة ما حدا لما بنكون وعيين ما حدا في علينا ما حدا في علينا بس ما ما نكون وعيين كل العالم في علينا طبعا ما كنا وعيين على قزمة النازحين في لبنان يلا ما صار شي كل واحد عنده موقف وكل واحد عنده رأي وشي بدي يعمل لهم مخيمات شي بدي يطلعوا برد البلد شي بيحطوا على حدود مع سوريا لو عنا مؤسسات مزبوطة ما كنا وصلنا أول شي لك كنا درسنا بواقعية ودرسنا بعائل وبيعلم هالسيناريوهات كله يتا كنا لنا للدول الأجنبية نحن هذه حاجاتنا وهذه امكانياتنا نحن ما عنا امكانية نوطن حدا في لبنان ما عنا امكانية نوطن حدا في لبنان هذه قصة محسومة ودستورنا حسامة دستورنا حسامة نحن ما موطن حدا وإنما نحن اخواننا السورية بتكم تساعدون تساعدون ضمن هالإطار يلي نحن بنحطه بس لما نحن ما بنحط إطار لما بيقوا بشوفونا قاصرين انه ما عم بطلع بيدنا شي بقولوا تعالى لكم شو بيكون تعملوا وما بيعطونا بيدنا احسن ما نروح نضيقهم ونصرفهم مع الغلاط بالفساد او بالرشوات او بلا خيره اعرفت عليك كيف بحطوا علينا شروط لحتى هنا يعني نحن شو عم نعمل نحن عم نبرهن انه نحن قاصرين انا شو عم بقول هلا اليوم انه نحن اذا نبرهن انه نحن قاصرين نحن الخسرانين يعني لما نتشاطر هيك من برهن النقص بقول الشطارة الحقيقية اليوم انه نفرجي انه نحن نحترب القانون ونحن نبني المؤسسات لانه ساعتها فينا نستفيد المساعدات الخارجية ساعتها فينا نستفيد من بيترولنا ونفطنا ساعتها فينا نستفيد من كفاءاتنا العلمية والشبابية واللي هي اهم كل شي فرقت لسا مش اليوم مش متل اليوم نطرين كتير منيح بس كمان يعني ما فينا نحكي عن شغلة وننتقاض عن شغلة تانية اليوم عم بصير فيه تحركات من قبل الدولة اللبنانية عم بصير فيه تحركات لقبل الوزراء اللبنانيين اللي علاقة بالموضوع السوري وتحديدا بموضوع أزمة أزمة النازحين بالنسبة للدولة خلينا ناخد شغلة معقول معقول يعني شو؟ معقول خود طلعت لنا انه نحن يمكن ناخد رئيسة اليونسكو معقول هاي شوفين معقول لك شو عالحكي هيدا؟ منقدم مرشحين مرشحين لح تطير من ايدنا لك شو عالحكي هيدا؟ مع احترامي للمرشحين ومني عم بحكي على مين الأفضل وما بدي يفوت بها القصة ومنها شغلتي وانا الوزير السلامي عندي احترام كبير كتير لأقلوه بعرف شو أنتو بس مني عم بحكي معاش شي؟ ما عنا قيلية ناخد هاي القرار؟ ومنروح أحالنا رئيسة اليونسكو لأنه ما بنعرف نحكي مع بعضنا؟ لا كتير بصراحة كتير لا لا بصراحة كتير عايب مش عالحكي هيدا؟ هي؟ هيدا مش أول مرة بتصير يا فرحة والله بالأول يمكن لما كانت تصير ما كان فيها خسارات مثل خساراتنا هلا هلا خساراتنا ما بتنحمل بس حتى موقف لبنان من كدير من القضايا اللي بتواجهوا على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي مش واضحة وفيها خلافات ومش معروفة يعني وزير الخارجي بياخد موقف رئيسة وعم ندفع تمانا وعم ندفع تمانا بالكيلو مش بس بدمنا وبشهدائنا وبأولادنا وفي اقتصادنا حتى العالم اللي بدأ تعطينا مصاري ما بوقت تعطينا مصاري العالم اللي بدأت ساعدنا ما بوقت ساعدنا لكن عم بقول لك ليش ليه عم بقول لك انه الشطارة اليوم انه نحترم حقوقنا ونحترم القانون هاي دي الشطارة مش الشطارة العكس مش الشطارة انه نيوقو للاخير او فرجيه للاخر انه ما بيطلع بايده بس الشطارة كمان انك انت وابتكون قاعد على طاولة مجلس الوزراء تقدر تدير هذه الجلسة وتستطيع ان تخرج منها بقرار موحد اذا كان له تأثيرات كتير كبيرة على البنان ايه 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 هاي دي هاي دي ما بده شطارة هاي دي فيه قانون وفيه نظام داخلي يمشوا بالقانون وبالنظام الداخلي ما فيه اي مشكلة وخصوصا اللي عم نعيشه لانه معنا رئيس جمهورية لانه قالوا انه بعدم وجود رئيس جمهورية صلاحية رئيس جمهورية بتنتقل ل24 وزير هاي دا المشكلة وعم بدك تجيب بقى نظام داخلي وعم بقى عزيم بس كمان بدك انه تكون النظرة للمصلحة المشتركة يعني نظرة موحدة كل واحد يشوف المصلحة اللبنانية يشوف كلنا المصلحة اللبنانية بعين وحدة مش كل واحد يشوف المصلحة اللبنانية بنظرة تناقض الاخر نحن بمجتمعات بحاجة لكفاءة الكفاءة بتكون بشكل بسيط كتير مش عام بقول انه الكفاءة انه يكون واحد مخصص وقت ليدرس الدوسيات هاي دي الكفاءة الكفاءة مثلا بتباليش انه الواحد يخصص 4 سنين او 3 سنين او 5 سنين او 10 سنين من حياته لحتى يقدر يميرس مهنة طب بتخصص وقت ونفس الشي بالمجلس وزراء في ناس هاي دي شغلتها في نقي انا لما بستلم ملف انا شغلتي انه كون عم بدرس هالملف والبيئيين انت بتقول عند الحكيم ما بتقول له اذا نيجح بصفاق ولا منك نيجح بصفاق من 10 سنين انت عطيته فئة تقليل لانه فجأك شهدته ونفس الشي بالوزراء الاختصاص لا هون ما نحترم الاختصاص بينما الاختصاص مفروض احترامه عم بقلك من الاساس انه نحن بمجتمعات رقمية والالكترونية وهي اللي بدك ايه ما ممكن تمشي اذا ما منحترم الاختصاص ايه بس بالبدان مثلا بيأزمد النفايات صار كل العالم تفهم بالبيئة صار فيش الف خبير بيئي يطلعوا يحكموا كيف وصلنا لها اول شي لانه نفايات على العرض عظيم لو شلوا النفايات يمكن العالم ما بس طبيعي لما بيكون نفايات قدام بيتي بدي اعرف شو عم بصير لا كبواطم بحكي انا بس اليوم في كتار نياس تطلع بتقلك انا خبير بيئي وهي الخطة كانت مش زبطة وهلا هيك صارت زبطة طبيعي لا هيك بدي اسألك سؤال لما بتنجرح جرح انا الله يا رحمه امي كانت قلي عجل نطفه احسان ما يتوزم مزبوط بيتوزم الجرح لما بتتركه وهي دي نفس الشي بس لما بتكون الامور ميشية بشكل لما بتغري بتزبط الجرح وبتكبسه بتملو بيمشي حالو بس اذا تكتب بيتوزم بس انه مشكلة ها هي دي نفس الشي ها هي دي نفس الشي لما بلش كله يحد يحيكي من مال انه والمشكلة قدامنا ايه كله بدو يحكي لا لانه في تعطيل للقرار اللي مفروض يؤخذ بس في كتير حكي قدعي نتائج سلبية مش نتائج جيشة بية اه اكيد متل لما بتوزم الجرح اه بينما بينما لما انت بتاخد القرار من قبل صاحب القرار من قبل صاحب لا بنحكي بالكفاءة هذا اللي عم تقل لي هو اللي انا بوفق معك في بالمية مية انه نحنا اليوم بمجتمعات ما فيها تعيش بدون احترام الكفاءات وبدون تفعيل الكفاءات وبدون تشغيل الكفاءات ما في مجال بقى نحنا مجتمعنا ما بقى يحمل ما بقى يحمل كل واحد مننا على القليلة معه ايباد واي فون واي ما عارف شو اذا ما بقى يشغلهم ماذا بيحكي معه مرتو ما بيعفينية مرتو ما بيعفينية اذا ما بيعف شغلهم نحنا اليوم بمجتمع كفاءات مش مجتمع لتو وتشاطر ومين بيغلو بالتاني هايدي وهيدي غيرت وهيدي اللي قلته بالأول هايدي غيرت مفهوم الدولة والثقافة اللي مفروض يكون عندنا للدولة من اخر الدولة ثقافة طبعا نوع من الثقافة نعم ثقافة وممارسة طبعا صحيح الثقافة القديمة اللي كانت قايمة على انه مينموم دولة هو افضل شيء انه اللي يبعد عني الحكيم والحاكم اليوم صار فيه اسوأ منها اليوم يعني ما بعرف يعني اخبار الفساد والصفقات عم تطلع اليوم يعني ممكن مش مرأة بالتاريخ اللبناني لحديث هلا لانه ما كان فيه عاجلة هلا اليوم وين عم بصير فساد خد مثلا قصة النفايات او قصة الغزاء قصة الغزاء انا يعني اهلنا كانوا بيعرفوا البيضة من اي جيجة يعني اكل نظيف اليوم اذا ما بتعمل مختبرات وبتعمل مدري شو بكل الحالات دكتور محمد صالح بدي اشكر مشاركتك انا بدي اشكر على رضي افتاك يا اهلا وصالح يا اهلا وصالح ومشاهدين ايضا بدي اشكركم على متابعة هذه الحلقة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة